في جلسة تمت مع محمود عبد المنعي بكهربا من مسؤول في النادي الاهلي او مع مسؤولي النادي الاهلي خلال الساعات اللي فاتت اتقال لكهربا نصا اسمع اتقال لكهربا نصا التالي دي فرصتك الاخيرة وما فيش فرصة تانية يعني هتلتزم ويبقى عندك جدية وبلاش اي افوارة في الهزار خصوصا ان كولر عنده تفاصيل مشكلتك الاخيرة والنادي كمان عمل المطلوب منه في ازمتك وما حدش هيقدر يدافع عنك تاني تثبت وجودك او اما تثبت وجودك مع كولر او انت حر بقى وتختار مصيرك كلام كان واضح من النادي الاهلي الاهلي ابقى على كهربا حتى هذه اللحظة وبالتالي هو مستني من كهربا اللي لسه ما شافوش من كهربا كهربا اسمي كبير موهبة كبيرة طبعا هل كهربا الاهلي استفاد منه استفادة كبيرة حتى هذه اللحظة لا ممكن يكون استفاد على فترات على فترات وربما يكون كهربا مش المسؤول انتوا عارفين طبعا حكاية موسيماني وكهربا وانه موسيماني مكنش عايز كهربا وخلافه ربما يكونش كهربا هو المسؤول بس الكولرس برضو بتقول انه كهربا احيانا كان بيأثر في حق نفسه المهم انه احنا لصالح الكرة المصرية نحب نكسب كهربا تاني لعب كبير ومميز نشوفه في مستوى الطبيعي وده النادي الاهلي قالوا ليه محمود عبد المنعم كهربا موسيماني